ألا إن من المقرر شرعاً وعقلاً وواقعاً أن حكم شريعة الإسلام ثابتٌ تجاه التحرُّش لا يتغير ولا يتبدل بمرور الزمن ولا بتغيُّر المكان إذ إن نظرتها لهذا السلوك المشين صلبةٌ لا تنثني فهي تعدُّه اعتداءً صارخًا على عرض الغير فرتبت عليه عقوباتٍ خلَّدتها دواوين الفقه والإجراءات الجزائية وبينت دور السلطان وأثره في تهيئة ما يحمي به ضرورة العرض المجمع عليها في جميع الملل وإن المرأة لا يُسر حين يرى حرص من ولاهم الله أمر المسلمين يقضين أمام مرتكب التحرُّش بالتصدي لتجاوزاتهم وسنِّما من شأنه كبح جماحهم وأطرهم على عدم المساس بأعراض الناس أطراء فإن من عظمة الشريعة الغراء رعايتها حقوق العباد والارتقاء بها إلى درجة الواجبات المحاطة بالوسائل التي تحفظها وجعلتها مقدمة على حقوق الله المحظة لأنها مبنية على التسامح والعفو بخلاف حقوق العباد المبنية على المشاحة والتنازع التي لا تبرأ فيها الذمة إلا بعفو صاحبها أو أداء الحق إليه لذا جاء في شرعنا المطهَّر الأوامر والنواهي لحفظ العرض فكان منها ما يتعلَّق بالفرد كقول الله تعالى ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها وما بطن وكان منها ما يتعلَّق بالمجموع كقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوم النحر إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا رواه البخاري ومسلم ترجمة نانسي قنقر